اشتركوا في القناة المفاهيم النظرية على الواقع السوري لذلك الورقة ستهتم خاصة باشكالية الهوية والمواطنة في سوريا يعني مقدمة نظرية عن الهوية من منظور ألماني ولكن المهم اسقاط المسألة اشكالية الهوية والمواطنة على الواقع السوري الورقة طبعا لن اقرأها سأتوقف عند اهم نقاطها وسأعطيها للأستاذ منافي ما بعد تناولت اربع نقاط في الورقة الهوية واشكالية الاختلاف وايضا الحداثة السياسية واشكالية الهوية وثم مخاطر الهويات الطهورية وأخيرا وهو الجزء الأكبر من الورقة الهوية والمواطنة في الحالة السورية طبعا اشكالية الهوية تلاقي جدلا واسعا منذ فترة طويلة وخاصة منذ بداية هذه الألفية خاصة في مراحل الأزمات كما هو حالنا في سوريا منذ خمسة عقود عمليا وقد كانت سورة الحرية والكرامة كاشفة لهذه الاشكالية بكل وضوح مما يفرض علينا اجتراح حلول ناجعة لهذه الاشكالية وأنا أعتقد من أهم أهداف هذه الندوة هو فعلا اجتراح هذه الحلول الناجعة ليس فقط في موضوع الهوية في موضوع الحوار بشكل عام خاصة بعد تفجر أزمة الهويات القاتلة حيث تنبعس العصبيات القبلية والطائفية والمذهبية والقومية مما يطرح علينا مجموعة من الأسئلة وهي أنا بتقديري أسئلة جوهرية في تناول موضوع الهوية هل تتشكل الهوية عبر معطن تاريخي سابت وكامل وغير قابل للتغيير أم أنها تتطور وتتراكم وتتفاعل مع غيرها سؤال أساسي في هذا الموضوع كيف يمكننا الحديث عن هوية موحدة في بلد متعدد للثقافات والقوميات والهويات أي كيف يمكن أن تكون العلاقة بين الهويات الفرعية المختلفة في إطار الهوية الوطنية الجامعة أهي علاقة مغالبة تحت مبررات الأكثرية والأقلية أم ينبغي أن تكون على أساس المساواة والشراكة الوطنية ومبادئ الحق والعدل واحترام حقوق الإنسان طبعا لا يخفى عنكم كما ذكرت في المقدمة أن مفهوم الهوية هو مفهوم في الحقيقة منفلة وزئبقي إذا صح التعبير يعني من أكثر المفاهيم زئبقية خاصة مع التحولات التي شاهدناها في ثقافة العالمة خاصة منذ أواخر القرن الماضي مثلا عندنا هوية فردية وعندنا هوية جماعية الهوية الداخل كل هوية من هذه الهويات نلاحظ هويات أخرى يعني الفرد مننا عنده هويات مختلفة حتى الجماعة عنده هويات مختلفة طبعاً في إطار ندوتنا مثلاً اليوم الإسلام إسلام واحد ولكن فيه هوية شيعية وفيه هوية سنية كمثال وهكذا المسيحية بتلاحظ فيه الكاتوليك فيه البروتستانت فيه كمان هويات داخل الهوية الواحدة الواحدة طبعاً للهوية أيضاً وجهين وجه فطري وأيضاً وجه يعني وهذا الفطري هو متغير في الحقيقة يتعلق بالفضاء الحضاري يعني فطري بمعنى في البداية يكون فطرياً يعني أنا ولدت في عائلة معينة في دين معين في منطقة معينة ولكن أيضاً عملية التساقف وعملية الاحتكاك وعملية كفرد تساهم في إغناء هذه الهوية الأساسية لي أيضاً يعني هوية أي أمة أو جماعة ليست سرمدية هي نفسها في تحول هلأ مثلاً قد يسألني البعض هل ما فيش أي ثوابت يعني إذا حكينا بالثوابت والمتغيرات ما في شك كل أمة من الأمم عندها يعني مثلاً ثابت اللغة ثابت أساسي ولكن أيهما لو وازننا في هذا الزمن خاصة السابت والمتغير نلاحظ أن المتغيرات بالنسبة للهوية هي أكثر بكثير من السوابت يعني وتيرة التغيرات التي يشهد العالم تفرض على الهويات أيضاً هذه التغيرات طبعاً خاصة مع تداول الثقافات والأفكار تعرف اليوم وسائل التواصل المختلفة يعني تؤدي إلى ذلك طبعاً لو أخذنا مثلاً هناك محاولات من الأنظمة التسلطية ومثالها نظام الأسد منذ خمسين سنة تحاول أن تبلور هوية واحدة للمجتمع السوري تفرضها على المجتمع السوري ويعني تسم المجتمع السوري بسمة واحدة بحيث تحول الشعب السوري إلى جمهور مسفق كما نعرف طوال خمسين سنة منذ عهد حافظ الأسد في التربية منذ الأطفال في المدرسة الطلاعع والشبيبة والحزب البعث وغيره وغيره معناها هذه الهوية التي حاول نظام الاستبداد أن يصبغها للشعب السوري كل أنظمة الاستبداد تحاول ذلك لا شك الطبيعة المرنة للهوية والعنصر التحول الغالب فيها على السابت هي ضد ادعاءات التعصب أي هوية من الهوية تتعصب وتظن نفسها مغلقة غير قابلة غير قابلة بمعنى التطور والتغير هي عمليا نتائجها تكون نحو ما سميناه الهويات القاتلة كما سماه الكاتب لبناني المعروف مثلا اليوم التعصب الديني حيث ما كان هذا الدين عمليا يلعب دور توتير في المجتمع أي تعصب التعصبات كلها كما ذكرت ولكن أنا جلبت مثال التعصب الديني يؤدي وخاصة عندما نجد أن هذا التعصب الديني يؤدي إلى التطرف وإلى الإرهاب كما وجدنا في منطقتنا هذه القاعدة والنصرة وداعش وغيرها كلها عمليا نتيجة التعصب والغلو والتطرف اليوم الدولة الحديثة جرى الحديث صباحا وفي المحاضرات السابقة يا عزائي اليوم الدولة الحديثة في هذا الزمن غير الدولة الحديثة عندما انبسقت في القرن السامن عشر مع السورة الفرنسية عندما انبسقت كان هناك عملية انسهار لأفراد المجتمع اليوم في الدولة الحديثة في تاريخنا المعاصر الذي نعيش هو الفرد له قيمة وله أهمية في الدولة الحديثة لا يمكن أن تصهر أفراد أي مجتمع ضمن إطار الدولة في فرق بين الصهر وبين الإرادة إرادة الفرد بأن يندمج تكون هناك إرادة طبعا الاستيعاب القسري في أي دولة حديثة في أي دولة عمليا وخاصة الدولة الحديثة أمر مرفوض وغير مقبول بمعنى أن الدولة الحديثة اليوم تمنح الفردانية أيضا أهميتها في المجتمعات الحديثة اليوم في دول تعاني مشكلات كما تحدثت صباحا مثل بلادنا ومستقبلنا نحن أحواج ما نكون بالدولة التي نطمح إليها للديمقراطية التوافقية بمعنى أن القوى الأساسية تتوافق على بناء هذه الدولة المحايدة الدولة دولة الكل الاجتماعي دولة مواطنيها الأحرار المتساوين في الحقوق والواجبات الآن بدي أرجع لفكرة أنه كيف أن التعصب يؤدي إلى التطرف وإلى الإرهاب خاصة إذا ما اتخذ الدين كرافعة لهذا التطرف والإرهاب وإذا ما اتخذ شكلانيا وليس جوهريا يعني اليوم مثلا كلنا عايشنا بثورتنا تكبير كل ما تكبير هذه قضية شكلانية يعني قضية شكلية جدا ولكن أصبحت كأنها سمة من السمات التي وسمت الثورة السورية يعني حتى الإخوان الآن لحظت بعض الريبرتاجات في هذه المعركة الأخيرة ما يسمى الجيش الوطني وهذا نفس الشيء كل عملية وهي قضية شكلانية يعني ما لا علاقة بجوهر الدين للأسف هذه الشكلانية استطاعت أن تستقطب عناصر وتشحنها بالتطرف بحيث يعني أصبحت أشياعا ترفع السيوف وتقطع الرقابة وتقتله حتى دون ما تفهم يعني تحت يافطة الإسلام تفعل ذلك المشكلة في مثل هذه الثقافة الشكلانية أنها تقدم مسئلة الهوية على مسئلة الحرية هذه المشكلة يعني اليوم كما ذكرت الأفراد بتنوعاتهم وهوياتهم المختلفة أي دولة وأي مشروع مستقبلي لا يبنى آخذا بعين الاعتبار هذه الهويات المختلفة يعني مش قسرا أنه أنت بدك تخليها في ضمن إطار القانون كذا ويكون في قناعة من هذه إذن مشكلة هذه الاتجاهات المتطرفة تقدم مسئلة الهوية على مسئلة الحرية أيضا هيمنة الجماعة على الفرد لاحظوا هنا طبعا أنا لا أخفي أني أنا ميولي لبرالية وبالتالي أنا أعتبر أنه حتى الجماعة كي تكون متماسكة يجب حرية أفرادها هذه الجماعة أن تكون متوفرة يعني ما في جماعة ممكن بالقسر كسرا أن يعني يكونوا أفراد فيها إلا إذا بشكلانيات التي وجدناها لدى التطرف طبعا مثل هذه الهويات الطهورية التي تزعم سموها وطهوريتها المطلقة أدت إلى يعني ظواهر خطاب استعلاء ضد الثقافات والهويات الأخرى وأحد رموزها البارزة هي حركة أو الظاهرة الداعشية التي يعني لمسناها في منطقتنا طبعا ما يؤخذ على الجماعات الإسلامية في بلادنا ما دمنا نتحدث عن الظاهرة الداعشية وظاهرة النصرة وكذا لم يتخذ أي منها وخاصة ما يسمى الإسلام السياسي موقفا من هذه الظاهرات الإرهابية وهذه بالفعل مسألة جديرة بالانتباه ما في شك يعني سنوات الثماني ونيف من عمر الثورة السورية طرحت قضية الهوية الوطنية السورية بشكل واضح وكشفت عن أزمة عميقة في تعريف هذه الوطنية السورية بحيث يعني أولا تبين بصراحة أقولها وقلت أكثر مرة نحن كسوريين نتيجة الاستبداد الطويل كنا نتكاذب على بعضنا أنه سورية يعني بمعنى الوطنية السورية لأنه أولا التيارات الرئيسية كانت ما فوق وطنية نحن لم تتكون الوطنية السورية القوميين بدهم بدهم الوحدة مع السودان ومع المغرب بالنسبة لهم هذه هي الإسلاميين ما فوق الوطن الوحدة الإسلامية حتى بعض الإسلاميين بيقولك أنا الإسلامي المسلم الأندنوسي أقرب إلي من المواطن السوري الآخر من طائفة أو خلال الشيوعي نفس الشيء الأممية البروليتارية والمزل يرفع يرفع المزل في دمشق وقت بتصير أمطار في موسكو إذن هذه التيارات الرئيسية التي صنعتنا في سوريا وبالتالي الوطنية السورية لم تتشك جاءت السورة وأيامها وسنواتها القاسية لتكون كاجفة وضعنا وخاصة بعد الوصاية التي حاول البعض أن يفرضها على هذه الوطنية السورية دقيقتين لاحظوا أن نظام الأسد نظام الاستبداد استغل أزمة الثمانينيات خاصة بعد أحداث عماو ووظفها رجال الدين بكل تشكيلاتهم وظفهم في مشروعه وظف القبائل والعشائر زعماء العشائر والقبائل زعماء الأحياء بالتالي الوطنية السورية لم تتشكلت لذلك أنا أعتقد أنه من المهم تعزيز الانتباع الإيجابي الإرادي والحر والمعاصر لكل مكونات الشعب السوري طبعا أخذين بعين الاتباع أن عناصر يعني تنوع وغنى لسوريا المستقبل إن فكرة المواطنة المتساوية ما تزال تتعرض لتجازبات للأسف أقول إسلامية علمانية و المطلق من حاجة مجتمعنا إلى التقدم والوحدة إذن فكرة المواطنة المتساوية من أجل يعني مجتمع مجتمع سوريا القادم من أجل التقدم والوحدة إن الفوات التاريخي للوطنية السورية يطرح علينا مهمة المساهمة في إعادة سياغة المفاهيم المرتبطة بهذه الوطنية الهوية المواطنة المكونات الدولة هذه مفاهيم أساسية يجب أن نبحث أن نجد القواسم المشتركة بين التيارات الرئيسية في سوريا من أجل أن تتقارب لابد من سياغة برنامج عمل فاعل لاستدراك التدهور الحاصل على سعيد إعادة تشكيل الهوية السورية إن الطريق إلى إعادة تأسيس السورية كوطن مؤحد وإعادة بناء الدولة الوطنية لم تعد تقتصر على زوال الاستبداد بل لابد من سياغة العلاقة بين مكونات الشعب السوري على أسس جديدة تنبز الطائفية والمزوية والعصبيات المختلفة وصياغة سوريا الجديدة سوريا الوطن والمواطنة والتعدد والتنوى على قاعدة الديمقراطية السياسية والاجتماعية وشكرا شكرا